المرحلة التحضيرية التي ستعرضها على الأسر ولا فيما يخص المسح الخرائطي لمكافة التراب الوطني من أجل تجزئة التراب الوطني إلى 38 ألف مقاطعة إحصائية التي ستمكن أن المرحلة لا ينسى حتى أسرة ولا يحسب أسرة مرتين وهذا التجزئة على سر جميع التراب الوطني هي تتهدف إلى جعل الإحصاء إحصاء شاملاً لا يستثنى منه أحد سواء فرأس الجبل ولا في السهل ولا في المدينة ولا في البادية هذا الشيء اللي هو مهم اللي تم تحضير دياله وهناك خرائط ستعرض وسترونها بشكل اللي هي موجودة فيه في عين الواقع الجانب الثاني لأخور في التحضير لنهينات كذلك هو التكوين ديال المترشحين لملء هذه الوظائف اللي هي محتاج لها الإحصاء كالباحثين المباشرين اللي يتصلوا مباشرة بالأسر ولا المراقبين ولا المشرفين على العملية ككل هذا التكوين كان تتخذ مرحلتين المرحلة الأولى اللي انتهت الآن هي المرحلة عن طريق عن طريق تكوين تكوين عن بعد واللي يخضع له جميع المترشحين وكان العدد ديالهم ميتين ألف تم اختيارهم من خمسمائة ألف اللي تطلبوا يشاركوا في الإحصاء واللي يكملوا اللي يكملوا التكوين من أوله إلى آخره وصبحوا مؤهلين أنهم يشاركوا في العملية هما حوالي حوالي ثمانين ألف باش غادي ناخدوا منهم غادي تخدم منهم خمسين وخمسين ألف اللي هما غادي يكونوا يكونوا الجنود اللي غادي يمشيوا للعمل واللي هما في نهاية الأمر تختاروا بكيفية موضوع لا تدخل لأحد من فيهم وفوالي هما في الحقيقة أولاد هذو كل أصار اللي غادي يمشيوا لهذا حضيناهم على أسس المقاطعات الإحصائية اللي هما بغوا يمشيوا ويعملوا فيها واللي عندهم علمان بها وعلم بها إذن هذه المرحلة التكوينية انتهت الآن دخلنا في المرحلة التكوينية حضوريا ديال هذا التاقم ككل واللي بديناها الآن أغادي سيبدأ في هذا الأسبوع الفريبات بالنسبة للمكوينين اللي غادي يكونوا في تكوين المكوينين واللي غادي يكونوا ذلك تكوين المكوينين اللي غادي يشتغلوا من بعد في تكوين المراقبين والباحثين على الصعيد ديال الجهة وعلى الصعيد ديال الأقاليم وعلى الصعيد ديال وعلى الصعيد ديال ديال الجماعات إذن هذه المرحلة دازت ومرحلة إحنا فيها ولكن المهم هو أنه الإحصاء ديال هذا العام كان إحصاء لما في حتى لا في الخرائط ولا في تسكوين ولا في الإنجاز ولا الاستجوابات ديال الأسار كل هذا يتم عن طريق لوحة إلكترونية وعن طريق أنظمة معلوماتية لتجعل أولا تتضمن الدقة وتتضمن السرعة وتتضمن أكثر من هذا الأمن أي أنها مؤمنة لا يمكن لأي أحد أن يطالع عليها ولا يمكن لأي أحد بما فيه هذا الباحث أو المراقب أو أن يعرفه في عين المكان ما هو الذي تسجل من طرف الأسار بحيث ذلك الشيء الذي تسجل عند الأسار يتسجل في اللوحات وتيمشي مباشرة من عند الأسار مباشرة إلى المركز ديال المعالجة ديال المعطايات والذي سيخرج منه هو عدد ديال المؤشرة التي ستنفعنا وكما قال صاحب الجلالة اللي ستنفعنا باش نعرفه فين وصلنا وباش نعرفه شنو خصوصنا نديرو باش نجزو الأهداف الاستراتيجية ديال التنمية ديال البلد